اشتركوا في القناة المبادرة نداء للشعب المغربي من اجل المشاركة في هذه القفاء هي تأتي نتيجة هذه الوتيرة الخطيرة لمسلسلة التطبيع ببلادنا والذي شهدت تنظيم مجموعة من الفعاليات الفنية والتقافية والرياضية واخرها هذا اليوم باحتضان الرباط لبطولة العالم في التكواندو والتي يتم فيها حضور رياضيين وهم في الاصل مجندين في الجيش العدو الكيان السهيوني ويشاركونا في هذه البطولة على ارض المغرب وبالتالي حضورنا واحتجاجنا وتنددونا في هذه الوحفة على هذه المشاركة الخطيرة للتطبيع في بلادنا وأيضا هو يتزامن مع الدكرة الخمسة وثلاثين لمدبحة بيء ومجهر الصبر الشاتيلا يشاهد على إجرام هذا الكيان السهيوني الذي ينادي البعض ويحاول البعض أن يحسن صورته من خلال استضافتهم في أرض الرباط وفي مدن أخرى من المغرب آخر أسبوع اللي فاتف طانجة ذلك فحضورنا هو تنديد واستنكار لهذه المشاركات وهذا الحضور الصهيوني ببلادنا شعب المغربي يندد بهذه المبادرات التي تعرفها بلدنا باحتضار صهينا فهو رسالة لجميع من يتحمل المسئولية في حضور ومن يستضيف هؤلاء كيفما كانت طبيعته وفي أي مستوى كان نددد وسنظل ندد ولن نعترف بإسرائيل والتطبيع مدان والمطبعين الخونا للدماء التي سالت من أجل نصرة فلسطين نحن نحتج اليوم على استضافة المغرب لصهينا مجندين في الجنود الصهينا اللي هما اليوم هنا في هذه الدورة الرياضية اللي غد تفتح اليوم في المركب الرياضي الأمير عبدالله هذه الدورة ديال تيكواندو كذلك كان نحتجه على استضافة طنجة في مهرجان فني لصهيونيا أخرى حتى هي كانت مجندة لدى الجيش الصهيوني وكان نحتجه على قابل المغرب على أن شركات صهيونية تشتاتح فروع ديالها في المغرب وتروج المنتجات ديالها والمنتجات الصهيونية في المغرب وكان نحتجه للدولة المغربية لضد المشاعر وضد الإرادة ديال الشعب المغربي اللي كيقاطع العدو الصهيوني كيعتبره عدو ديال الإنسانية واللي مستمر في التطبيع معاه لدرجة أنه الدولة المغربية واللي في التطبيع ديالها التجاري مع الكيان الصهيوني هي الدولة الثانية في إفريقيا ولهذا إحنا اليوم هنا باش نقولوا على أن الشعب المغربي كيرفض هذا التطبيع ونطالبوا من الدولة المغربية والحكومة المغربية من النفاق ديالهم في القضية الفلسطينية في الوقت اللي المغرب كيترأس اللجنة ديال القدس كتستمر الدولة المغربية في تطبيعها مع الكيان الصهيوني الغاسي اشتركوا في القناة